من ضمن علامات الاستفهام من ضمن الشائعات بالاضافة لشائعات الاستناء عن ماشالي بوف بيقال ان نادي الهلال كان داخل على خط المفاوضات مع كريستيان رونالدو بيحاول ان هو يزاحم نادي النصر السعودي دي كانت برضو من الشائعات ولا ده يعني خبر حقيقي؟ ده كان خبر صحيح نادي الهلال هو فعلا هو اللي بدأ المفاوضات مع رونالدو قبل النصر يعني ما كانش بيزاحم النصر كمان الهلال هو النادي السعودي اللي بدأ المفاوضات مع رونالدو من بدري جدا من قبل شهر اربعة مثلا لكن رونالدو وقتها ما كانش مقرر خالص ان هو يبعد عن اوروبا وبعد كده طبعا النادي الهلال يعني توقع عليه عقوبة المنع من التسجيل لفترتين في الصيف اللي فات وفي الشتاء شهر يناير ده كان ليه مديونات؟ لا مش مديونات كانت قضية لعب محمد كانه لعب منتخب السعودي كان موجود مع منتخب السعودي في كاس العالم محمد كانه كان عقده وقرر ينتهم على الهلال وبعدها جلوا عرض من نادي النصر ووقع لنادي النصر ثم ووقع نادي الهلال مرة تانية فبالتالي ووقع لناديين فتم ايقاف نادي الهلال من تسجيل للعبين لفترتين فبالتالي رونالدو كان الموضوع بعيد عن الهلال خالص دخل وقتها نادي النصر لما بدأ يحصل مشاكل بين رونالدو وبين نادي منشستر رونايتد ووقت الحوار الشهير مع بيرس مورجان طبعا الحوار الأسار دجا كبيرة يعني نادي النصر بدأ يتكلم مع رونالدو بدأ يتكلم مع واكيل رونالدو بدأت المفاوضات بعد ما تم فسخ العادة من منشستر رونايتد المفاوضات بدأت تبقى أكتر وتبقى جدية أكتر وقتها حسب ما بيتقال من صحفة الرياضية اللي هي طبعا المصدر الأول في السعودية إن وكيل رونالدو بلغ مسؤولي النصر إن إحنا عندنا عرض نادي سعودي من نادي الهلال والعرض أكبر من عرضكم وقتها نادي النصر رد عليه قال له إن الهلال ممنوع من التسجيل فمش هيقدر يدوم رونالدو فبالتالي توصل وكيل رونالدو مع نادي الهلال أنتوا موقفين من التسجيل فعلا إحنا موقفين من التسجيل لكن العقوبة هنعمل استقناف وممكن العقوبة تتلغي العقوبة ما تلغتش النصر فضل بفاوض رونالدو قالوا لهم إحنا هنقدم نفس العرض اللي كان نادي الهلال ما أقدمه وطبعا كان الرقم أكبر من رقم الهلال بدأت المفاوضات تبقى أكثر جدية في كاس العالم تحديدا مسؤولين نادي النصر تواصله مع رونالدو وقعدوا معه شخصيا في الدوحة رونالدو اداهم كلمة إنه هو موافق مبدئيا لكن بعد كاس العالم هيتم حسم كل شيء وبالفعل رونالدو بعد كاس العالم حسم أمره وما كانش عنده تعريبا يعني عرض أفضل من عرض نادي النصر وبالتالي انتهى كل شيء ونضم النادي النصر